وهنا حسألك سؤال أنت كمان بتعمل موسيقى لمسلسل سوري هنا أنت برضو بتروح بقى لثقافة أخرى ودراما أخرى بتحضر نفسك لها إزاي؟ والله هو أنا في الأول كان دايما بيبقى عندي مشكلة أنه دايما لما كنت ببعث الكلام ده على أي براشة كتبرة مصر عموما يعني لما ببعت لهم الشغل أول كلمة بتتقلم من مزيكة صوتها مصري بزيادة نايزين من مزيكة صوتها مصري جدا يعني فكانوا يقولوني لأ حاولت تعييد الشغل بس بيبقى في شكل بس ولا يتصدق أنها حاجة تسعد لأنه الريحة المصرية بتبين دولي بقت بالضبط أو كان التعليق ده دايما بيجيلي سواء هو مشروع سوري أو لبناني أو سعودي أو أيا كان دايما بيكون الرد ده فبعتك ساعتها أن أنا أتقوقع على نفسي شوية كده وقعد أذاكر بقى الأسلوب اللي بيقلفوا بيه والشخصيات والحاجات والاستخدامات بتاعتهم وبتبقى تحدي برضو بالنسبة لك أه أكيد بتبقى ثقافة تانية يعني لغة تانية كأنني بك أتعلم لهجة جديدة هل أنا أقدر أقول أنه في السنوات الأخيرة بالذات فأكتر من رمضان فاته بقى فيه فرصة حلوة لأكتر من مؤلف موسيقي مصري بقى إينا نسمع مزيكة حقيقة حلوة في المسلسلات حقيقة تترات ومنافسة وأعمال كتيرة يعني بقى إينا نسمع ده نقدر أسميها نهضة حلوة كده أظن أن فيه التوقع يعني أن وجود منصات الستريمينج وكده خلت أن الناس بتركز أكتر فبالتالي المؤلفين الموسيقيين بقى فيه بينهم حالة تنافسية كده بناءة جدا يعني اللي هو بقى إينا مدركين قوي من المسلسلات بتاعته تسمعت أكتر عشان إيه الأسباب الفلانية فبتدينا نبقى فيه بيننا يعني عايز أقول إن هي التنافس جميل جدا يعني اللي هو بيخلي كل واحد فعلا يعني إذا كنا إحنا موجودين دلوقتي بنتكلم في رمضان فعمرنا إحنا إحنا بقى المشاهدين عمرنا ما ننسى مثلا جمع الموسيقية في رقفة الهجان لعمار الشريعي أو في الأيام أو في بوابت الحلواني أو الليالي الحلمية مشير المصري فإذا إحنا كمان مرتبطين بالموسيقى جدا طبعا 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 خصوصا الجيل ده بقى اللي هو الجيل ممكن نقول مثلا من التمانينات للتسعينات كده كان فعلا جيل فذ تماما يعني من أول عمر خايرة لعمار الشريعي اليسر عبد الرحمن طبعا جيل اللي بعده حد مثلا زي خلت حماد الناس دي عبقرة حقيقي يعني بدون أي تحيز ولا أي حاجة عبقرة فعلا على المستوى عالميا